فكرة الحق والواجب عايزينها تبقى موجودة عندنا في حل المشاكل الزوجية ايه فكرة الحق والواجب؟ في قفاسوس 5 بولوس الرسول اتكلم عنه وقال الزوج ده زي المسيح يحب زوجته زي ما المسيح حب الكنيسة والمسيح حب الكنيسة وفداها ومات عشانا والزوجة زي الكنيسة فكل طرف نعرفه واجباته نعرف الزوج واجباته ونعرف الزوجة واجباتها انما اللي بيحصل عملا ايه؟ ان الزوج بيطلب حقوقه والزوجة بتطلب حقوقها انما عايزين نعرف كل طرف واجباته قبل ما يعرف حقوقه لو كل طرف قد واجباته تمام الطرف الثاني هيتدي له حقوقه تمام في تدخلنا لحل المشاكل لابد من عمل الصلاة من اصعب ما يمكن تغيير الانسان تغيير فكره تغيير تباعه تغيير مشاعره انما الصلاة بتقتدر كثيرا في فعلها كان في قصة كده بنحكيها برضو على ابونا مخيل ابراهيم كان في واحد جزار اتخنق مع امراته وكرشها من البيت راحت لابونا مخيل هو قال لها بصي اوعي تفكاري تجبيه للراجل ده اللي سنخيل لا تجبيه ولا تدخليه ولا هقبله ولا هقبلك راحت قالت الكلام ده لابونا مخيل قال لها معلش يا بنتي نصلي وحط الموضوع قدام ربنا في الصلاة في القدسات وفي المخدع وفعلا كان ابونا مخيل ابراهيم رجل صلاة ويؤمن بفعالية الصلاة في يوم الايام قال لي الست دي تعالي تعالي نروح علشان نتفاهم مع الاخ قالت له يا ابونا دقال وعاد وزاد قال لها ما تخفيش امه طالعين صلوا ابانا الذي وخبط على الباب قال له مين قال له انا مخيل قال له عاوزيها سمخيلة فاندي باستهزاء طبعا فتح الباب وقال له ليه شرط واحد قبل ما اتكلم معك قال ده اشطرت كمان قال له تفضل وطأ ابونا مخيل ابراهيم وباس رجل هذا الرجل وقال له حقك علي الرجل داب قال له تفضل وخد مراته وانتهى الاشكال الصلاة بيعمل كتير الصلاة بيعمل كتير عشان كده في اي مشكلة لا نيقس ابدا حتى لو مضى عليها وقت كبير حتى لو كان الشد جامد لابد ان ربنا يكون لدور ولابد ان احنا نؤمن بعمل الصلاة مهم جدا انه نبقى ليه طابع الحياة لا اميل هنا ولا اميل هنا وكل طرف يحس ان انا بتاعه مهم جدا في حل المشاكل الزوجية ان انا اقعد مع كل طرف على حدة ويبقى فيه ارشاد كده خفيف ممكن ما يحصلش السلح من اول مر ممكن ياخد جلستين تلاتة زي بعضه في مرة اب من الاباء مع اثنين متخصمين زوجين قال لكل واحد اقعد على حدة واكتب خمس حاجات كويسة في الشريك الآخر فعلا كل واحد قاعد يدور لقي خمس حاجات كويسة وبالصورة ده هي حصل نوع من الالتقاء